اشتركوا في القناة سطيف ميلا قسنطينا كذلك قلمة حتى على جنوب ولاية بيجاية جنوب ولاية جيجل كذلك جنوب ولاية سكيكدا حتى على جنوب ولاية عنابة أم البواقي حتى على باتنا سوق هراس وكذلك ولاية خنشلة وتبسة إذن الأمطار تكون معتبرة إن شاء الله ما خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بتحسن في حالة طقس ولكن مؤقت خلال نهاية الأسبوع فقط لتعود الأمطار بداية الأسبوع القادم تقريبا على كافة المنطقة الشمالية رغم ذلك خلال أمسية الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بسحب مطيرة بعض الأمطار المتفرقة ستخص المرتفعات والهضاب تكون غزيرة على منطقة الأوراس أجواء مغشات على المنطقة الساحلية بعد تلاشي الضباب خلال الصباحة بالجنوب سحب النوال العالي ستنتشر على منطقة تندوف كذلك أقصى الجنوب بالصحراء الوسطى إلى غاية شمال الصحراء خلال هذه ليلة إن شاء الله ننتظر تسع درجات فقط على باتنا مقايس ما بين 13 و 14 درجة على الوجه الساحلية 23 درجة للصحراء الوسطى لنتتعدى 18 درجة من تندوف نحو شمال الصحراء 19 درجة على تامنة 28 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد درجات الحر القسوى ترتفع الغد 33 درجة على غليزان 20 درجة على عاصمة نفس المقياس على الجلفة 32 درجة على غرداية 32 درجة على كل من بن عباس تندوف بشار كذلك 8 رأسة لكن ترتفع أكثر لتقارب 45 درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد سيبقى مضطر محليا خاصة نواخر النهار على الوجهة الغربية وكذلك الوسطى قليل اتراب على السواحل الشرقية رياح ضعيفة بينما معتدل على الوجهة الوسطى لتشتد غربا لتقارب 50 كم في الساعة غرب الشمس ليوم الغد الجمعة إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام السابعة 56 دقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة